تتعلمون في هذا الفيديو تفاعلاً آخر من تفاعلات الألكاينات، وهو تفاعل الهدرجة. يعرف هذا النوع من التفاعلات أيضاً باختزال الألكاينات، وهو عملية إضافة الهايدروجين إليها. وفي هذا الفيديو سأعرض لكم طريقتين لهدرجة الألكاينات. الطريقة الأولى هي هدرجة الألكاين للحصول على ألكين مقرون، وهذه الطريقة مماثلة لهدرجة الألكينات التي تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة. تعلمتم سابقاً أن هدرجة الألكين تنتج ألكان، وفي هذا الدرس ستتعلمون طريقة هدرجة الألكاين لإنتاج ألكين. يحتاج تفاعل هدرجة الألكاين إلى غاز الهايدروجين H2، وإلى حفاز معدني، وهو في هذه الحالة حفاز لندلار، المكون بشكل رئيسي من معدن البلاديوم PD ومواد أخرى. وحفاز لندلار هو نوع خاص من الحفازات، وهو حفاز مسمم، حيث يعمل على تحفيز هذا التفاعل وزيادة معدل سرعته. فيختزل الألكاين وهو الجزيء الممثل في الطرف الأيسر ليتحول إلى ألكين، وهو الجزيء الممثل في الطرف الأيمن. لاحظوا أنه لو استمر التفاعل، يحدث هدرجة للألكين عند هذه النقطة، وينتج عن ذلك ألكان. لكن هذا التفاعل بطيء جداً، مما يمكنكم من إيقاف التفاعل بعد إنتاج الألكين. انظروا إلى الصيغة البنائية للألكين الناتج. الألكين الناتج عن هذا التفاعل مقرون. وفي هذه الآلية، تمت إضافة ذرات الهايدروجين إلى نفس الجانب من الرابطة المزدوجة. إذن، الإضافة التي تمت مع هذه الحالة هي من النمط مع. يعتمد موقع ذرات الهايدروجين المضافة إلى الألكاين على الآلية التي تحدث بها الهدرجة. إذن، في هذا المثال، قمنا بهدرجة الألكاين باستخدام حفاز ليندلار. ونتج عن ذلك ألكين مقرون. انتقلوا إلى مثال آخر يوضح الطريقة الثانية لهدرجة الألكاين. هذه المرة، الألكين الناتج سيكون مفروق. هذا هو الألكاين الذي يتم مختزاله في هذا التفاعل. أضيف إليه سوديوم معدني، N-A، وأمونيا سائلة، N-H3. ينتج عن هذا التفاعل الكين مفروق. وفيه ذرات الهايدروجين تقع على جانبين متعاكسين من الرابطة المزدوجة. إذن، الإضافة التي تمت في هذه الحالة هي إضافة من النمط ضد. دعوني أوضح لكم خطوات هذه الألية. هذا هو الألكاين الذي بدأ به التفاعل. نرمز للسلسلة أو المجموعة المرتبطة بذرة الكربون اليسرى بالرمز R، والسلسلة المرتبطة بذرة الكربون اليمنى بالرمز R1، وذلك للتمييز بينهما. الخطوة الأولى في هذه الآلية هي منح ذرة السوديوم إلكترون التكافؤ الخاص بها للألكاين. تعلمون أن السوديوم يقع في المجموعة الأولى من الجدول الدوري، ولديه إلكترون تكافؤ واحد. تقوم هذه الذرة بمنح هذا الإلكترون لذرة الكربون التي هنا. أرسموا سهما بنصف رأس للتعبير عن انتقال إلكترون واحد. وذلك لأن إلكترون واحد فقط انتقل من هذه الذرة إلى هذه الذرة. ونتيجة لذلك تتفكك إحدى الروابط المكونة للرابط الثلاثية بين ذرتين الكربون. وينتقل أحد إلكترونات الرابطة التي تفككت إلى ذرة الكربون اليمنى. بينما ينتقل الإلكترون الآخر إلى ذرة الكربون اليسرى. أرسموا الجزيء الناتج. هذه هي المجموعة R المرتبطة بذرة الكربون اليسرى. الرابطة بين ذرتين الكربون الآن مزدوجة وليست ثلاثية. وهذه هي المجموعة R1 المرتبطة بالذرة اليمنى. التقطت ذرة الكربون اليمنى إلكتروناً من ذرة الصوديوم. والتقطت إلكتروناً آخراً نتيجة لتفكك الرابطة بينها وبين ذرة الكربون اليسرى. ولديها الآن زوج من الإلكترونات غير المرتبطة وشحنتها الافتراضية الآن تساوي سالب واحد إذن الألكين الناتج عبارة عن أنيون كربوني شحنته سالبة بينما التقطت ذرة الكربوني اليسرى إلكتروناً واحداً وهو أحد إلكترونات الرابطة التي تفككت وهذا يجعل الجزيء جذراً حراً تحدثنا عن الجذور الحرة في فيديوهات سابقة وقلنا أنها عبارة عن ذرات أو جزيئات شديدة التفاعل بسبب وجود إلكترونات منفردة في أحد مداراتها الخارجية إذن هذا الجزيء فيه جذر حر سالبة الشحنة وأنيون كربوني في نفس الوقت لأن فيه ذرة كربون سالبة الشحنة تعلمون أن الشحنات المتشابهة تتنافر هذا يعني أن هذه الإلكترونات ستتنافر بحيث تصبح أبعد ما يمكن عن بعضها البعض دعوني أوضح لكم ما يحدث في هذه الحالة هذه هي الرابطة المزدوجة بين ذرتين الكربون وهذا زوج الإلكترونات في الذرة اليمنى بما أن هذا الزوج موجود في هذا الجانب سيتحرك هذا الإلكترون إلى الجانب المقابل كذلك الأمر بالنسبة إلى المجموعتين R و R1 ستحاولان أن تكون أبعد ما يمكن عن بعضهما هذا هو التزامر التشكيلي المفروق لهذا الألكين وهو الأكثر استقراراً في الخطوة التالية من هذه الآلية يحدث تفاعل حمض وقاعدة فيتفاعل جزء أمونيا NH3 مع هذا الأنيون الكربوني يتفاعل الأنيون الكربوني كقاعدة وينتزع آيون هيدروجين موجب من جزء الأمونيا فيشكل زوج الإلكترونات غير المرتبط الذي هنا رابطة مع أحد آيونات الهايدروجين في الأمونيا نتيجة لذلك تنتقل الإلكترونات هذه الرابطة إلى النايدروجين دعوني أرسم ناتج هذه الخطوة هذه هي الرابطة المزدوجة بين ذرتين الكربون وهتان هما المجموعتان على طرفي الجزء ذرة الكربون اليمنى مرتبطة بآيون هيدروجين الآن أما ذرة اليسرى فهي ما زالت جذرا حرا ولديها إلكترون غير مرتبط ومنفرد وهذا ناتج الخطوة الثانية انتقلوا إلى الخطوة الثالثة في هذه الخطوة تمنح ذرة سوديوم إلكترون التكافؤ الخاص بها لذرة الكربون اليسرى في الجزء عبروا عن انتقال هذا الإلكترون بسهم ذي نصف رأس الجزء الناتج يبدو كالآتي هذه هي الرابطة المزدوجة بين ذرتين الكربون وهذه هي المجموعات المرتبطة بها الذرة اليمنى مرتبطة بذرة هيدروجين والذرة اليسرى التقطت إلكترون إضافيا من ذرة السوديوم وهي لديها الآن زوج من الإلكترونات غير المرتبطة وشحنتها الافتراضية تساوي سالب واحد والجزء الناتج عبارة عن أنيون كربوني في الخطوة التالية سيتفاعل هذا الجزء مع جزء أمونيا هذا تمثيل لجزء أمونيا NH3 ينتزع زوج الإلكترونات غير المرتبط أيون هيدروجين من الأمونيا بذلك تمت إضافة أيون الهايدروجين الثاني إلى هذا الجزء والجزء الناتج يبدو كالآتي المجموعتان R على طرفي الرابطة المزدوجة على أطراف متقابلة وذرتان هيدروجين أيضا تقعان على جانبين متعاكسين من الرابطة المزدوجة هذا هو الجزء الناتج عن هدرجة الألكاين وهو ألكين مفروق انتقلوا إلى مثال آخر هذا هو الألكاين ذرتان كربون على طرفي الرابطة الثلاثية مرتبطتان بمجموعتين مثيل CH3 دعوني أوضح لكم تفاعلين يتفاعل بهما هذا الجزء التفاعل الأول هو تفاعل هدرجة الألكاين هو المادة الركيزة وهو يتفاعل مع الهايدروجين H2 الحفاظ المستخدم في هذا التفاعل هو البلاتين PT وهو غير سام هذا تفاعل هدرجة يتم فيه اختزال الألكاين وينتج عنه الكين لكن في هذه الحالة لا يمكن إيقاف التفاعل عند نقطة معينة للحصول على ألكين فقط فيستمر التفاعل ويختزل الألكين ويتحول إلى ألكان إذن في هذا التفاعل يتم اختزال الألكاين بعدة خطوات إلى أن يتحول إلى ألكان في المثال الأول كانت المادة الحفاظة سامة أي أنها معدة بطريقة تجعلها توقف التفاعل بعد إنتاج الألكين وبذلك تكون الهادرجة انتقائية بينما في هذا المثال المادة الحفاظة غير مسممة لذلك يستمر التفاعل ويختزل الألكين إلى ألكان ارسموا الجزيء الناتج عن التفاعل الجزيء الناتج هو ألكان كان هناك أربع ذرات كربون في المادة التي بدأ بها التفاعل وهناك أربع ذرات كربون في المادة الناتجة في الجزيء الناتج ترتبط ذرات الكربون في الوسط برابطة أحادية وكل واحدة منهما ترتبط الآن بذرتين هيدروجين إذن تحولت هاتان الذرتان إلى CH2 وما زال هناك مجموعتا CH3 على الأطراف الجزيء الناتج هو البيوتان وهذا الناتج عند استخدام حفاز غير مسمم قارنوا ذلك بالحالة الثانية وهي استخدام حفاز مسمم تحتاجون إلى هيدروجين وإلى حفاز غير مسمم استخدموا حفاز ليندلار المسمم والمكون من البلاديوم بشكل رئيسي في هذه الحالة سيختزل الألكان إلى الكين ويتوقف التفاعل بعد ذلك بسبب نوع الحفاز والألكين الناتج مقرون حيث ستضاف ذرتان هيدروجين إلى نفس الجانب من الرابط المزدوجة وستكون مجموعتا الميثيل في نفس الجانب أيضا لنجرب تفاعلا آخر المادة المتفاعلة هي نفسها وفي هذه الحالة أضيف إليها صوديوم والمذيب هو الأمونيا في هذا التفاعل يتم اختزال الألكين إلى ألكين لكن الألكين الناتج هذه المرة مفروق أرسموا الجزاء الناتج هذه هي الرابط المزدوجة ذرتان هيدروجين تقعان على جانبين متقابلين من الرابط المزدوجة وتتجهان باتجاهين متعاكسين كذلك الأمر بالنسبة لمجموعتين الميثيل في الألكين المفروق حيث تقع المجموعتان على جانبين متقابلين من الرابط المزدوجة لاحظوا أن نوع المادة المضافة إلى تفاعل هدرجة الألكين يؤثر على الأيزومير الهندسي للألكين الناتج وهكذا تعلمتم في هذا الفيديو تفاعلاً آخر من تفاعلات الألكينات وهو تفاعل الهدرجة أو الإختزال وهو الذي يحدث فيه إضافة لذرات الهيدروجين إلى الألكين نصل بذلك إلى ختام هذا الدرس